أول مرة في حياتي إحنا ولدنا ونشأنا في مدن ما نشوف النجوم فهديك المرة أول مرة في حياتي أرى هديك النجوم أرى العدد الهائل من النجوم الصغار الكبار أرى المجرة كانت ليلة مظلمة تماما فأتيحت لي الفرصة إن أنا أشوف مجرة دربة تبانة بكبرها فرجعت من ديك الرحلة وعندي سؤال كيف أروح هناك كيف أروح هناك لقيت إنه ما تقدر تروح هناك اللي لازم تكوني رائدة فضاء طبعا في ذاك الوقت أنا أتكلم على 2015-2016 ما كان في عندنا حتى هيئة للفضاء أو أي منشأة لها بالفضاء فقررت إني أشوف أشياء ثانية طبعا أنا باحثة فالبحث هذا اللي ساعدني هذا اللي خلاني أوكي أنت غواصة كمان ممكن تروحي تغوصي في الأعماق لأنه بيستخدموا بدلة نفس بدلة رواد الفضاء في المهمات خارج المركبة أو خارج محطة الفضاء الدولية تعلمت هذا الشيء وكنت من القلائل في العالم